اشتركوا في القناة وهم من حرفوا وبدلوا وكتبوا صفات النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عن عامة الناس أما الديرة البيضة الصغيرة دي فديرة من آمن من اليهود عندنا مثلا عبد الله بن سلام كان من أهم أحبار اليهود في المدينة منورة وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبشره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة وعندنا كمان أمنا أم المؤمنين السيدة صفية بنت حياي بن أخطب وهناك نفر آخر من اليهود آمن وصدق بالرسول الكريم والديرة الصفرة دي ديرة المنافقين من اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض كفروا والجزء البائل هو أكبر جزء كان الأميون أو عوام اليهود وكانوا مقلدون وتبعا لأسيادهم رغم قفرة عددهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومن اليهود جماعة لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعلمون الطورة وما فيها من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأميون مقلدون تقليد أعمى لأحبارهم وعلمائهم دون دليل ليس عندهم بصيرة بل أكاذيب وظنون فاسدة والحق لا يكون بالظنون رغم أن العرب واليهود في الوقت ده كانوا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون لكن كان عندهم ميزة رائعة جدا كان عندهم ملكة الذاكرة القوية والحفظ والتلقي وبكده إدر عدد كبير من الصحابة يحفظوا القرآن الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وأمية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليست نقيصة ولا تقلل من شأنه فطن إلى ذلك مجموعة من المستشرقين حين درسوا القرآن فعلموا أنه وحي يوحى على نبي أميه والفرق بين أمية العرب وأمية اليهود أن أمية العرب كانت تلقي العلم بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أما ترديد الأميين وعوامل اليهود كان دون دليل ودون نقاش لا يوجد تدبر ولا فهم إلا أماني خلي بالك إذا نطقت أماني بالتخفيف فتصبح أماني ودي معناها ما يتمناه المرء في نفسه وكان من أمانيهم المذكورة في القرآن الكريم أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات وكان كمان من أمانيهم أن اليهود هم أبناء الله وأحبائه أما بقى لو شددنا اليهود فتصبح أماني ودي معناها الأكاذيب التي طلقوها عن أحبارهم دون تدبر ودون تأمل ودون استقصاء وإنهم إلا يظنون خلي بالك إن الظن ليه ثلاث أنواع أول نوع اللي هو الظن بمعنى الشك بين وجهين أو أكثر وتاني نوع هو الظن القطعي اللي هو اليقين زي أهل اليمين يوم القيامة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية أما النوع الثالث من الظن فهو المقصود في الآية الكريمة هو الظن الكاذب بلا دليل وبالأهواء والخلاصة إن لكل علم أصول وإنما العلم بالدليل وطلب العلم النوع من أنواع الجهاد المحمود ورغم إن الأمة الإسلامية أكثر الأمم تلاوة لكتاب ربهم إلا أنهم أقلهم فهما وتدبرا لكتاب ربهم فلا تكن أخي الكريم من عوام مسلمين الذين يقلدون دون علم ودون دليل بل تدبر وتعلم من المصدر الصحيح الكرآن الكريم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر